زميلة لعمل الأناني هذا الشخص اللي بيكون موجود معنا في الشغل اللي اليوم بيحاول إنه هو عنده نوع من المكيدة ويورجين إياها بأعلى بيطلع كل عقده الشخصية فينا بيحاول دائما ينتقص من كل شكل فينا بيحاول يشوف ثغرات فينا ويطلعها عيوبه بيطلع يحطها فينا أنا نيته وغيرته لما يشوفنا منشتغل ومننجز بتحس إنك كأنه أنت قتلته بيسرق تعبك إنجازك مجاحك وبحط كل هذا الحكي فيك بيطلع هو الحمل الودي هاتي حكي لنا المكيود هذا المغيوز اللي بيغار الزميل العمل الأناني اللي مش واثق من نفسه أنت اليوم لو بتكون واثق من حالك عادي ما بتفرق معاك مين ما إيجا عندك على الشغل أنت عارف حالك إنه أنت زالا مقادر إنك تثبت حالك أنت زالا مشغيل بتبتسم بوجه الناس والعالم متفائل بتحب شغلك وبتحب إنك تكبر بالمنطقة أو بالمكان اللي أنت فيه بس فيه ناس سبحان الله يعني مولودة بيجيناتها بيكون فيه عندها الغيرة والحقد والني السيئة بيضحك بوجهك وهو من وراك بروح بأسفنك أي وأشوفه كيف طلعت معا بالساعة بالساعة فعاليا هذول كثير كثير أحكي لك يا شغل والله أنا حاسة إنك أنت معاني لا لا هي شوفي معاني زي يزم لازم تلاقي دائما في كل بيئة شغل بتلاقي الأسفنجي هزيزي الذنب بتلاقي اللي دائما الوصولي بتلاقي الأناني بتلاقي أسفنجي هذول بعد خبرة بس بتيارف شو أحلى إيش في الموضوع أحلى إيش لما تكون أنت عارف حالك وواثق في نفسك بتكون تطلع عليه وبتضحك ليه؟ لأنك بتكون عارف أنه هذا الشخص أوكي يعاني من مرض شوفي مرات أنت لما بتفهم الناس أنت ليش قلت أنه يعاني من مرض أنت ليش صنفت أنه يعاني من مرض لأن نية هي عبارة عن شعور بالنقص أنا دائما بشوف الناس اللي قدامي أحسن مني فبحاول أني أنا أطلع عيوب فيها أسقط كل إشي موجود فيني عليها بحيث أتهمهم فيه بحيث أشعر في نشوة الفوز أني أنا وصلت يعني بتلاقي أول إشي إذا نجحتي بغار من نجاحك من جهر منك بحاول دائما نحط لك ثغرات ومنافس بس أنت بالنسبة لإله منافس بكل شيء يعني شوف أنا بحس أنه كمان زميل العمل الأناني يعني استكمالا لحديثك أنه هو اليوم إذا أنا أجيت عندك موظف جديد وقال لك مديرك تعلمها لخلود يعني أعطيها هيك شوية معلومات عنها كيف إحنا من شركتنا كيف إحنا منشتغل إلى آخر أنت مستحيل تعطيني الخلطة السرية أنت تعطيني المعلومات اللي بدك إياني أني أنا أخذها تحليك ترجعيلي آه وبتخلي الباقي لإلك لأنه أنت بتخاف من أني أنا بكرة أخذ الكرسي اللي أنت قاعد عليه أخذت الكرسي أخذت الكرسي لكل إيتنا آه بنا نعود على الكرسي فإجمالا أنت على فكرة بتكون عايش أنا إذا بدي أحط حالي محل هذا الشخص أنت عايش من جوة تعبان نفسيا يعني أنت مش سليم نفسيا أنت قاعد 24 ساعة الآن من أنه هذا اللي إيجا جديد اليوم على الشركة كيف بده يكبر ولأ ومستحيل أخليه يكبر وبكرة حيروحوني فالهدف الأساسي بيكون عنده أنه أنت تروح قبل ما هم يروحوك والأهم من هذا الحكي كمان بتعرفي شوية هاي الأشي اللي فعليا بتكون موجودة ودرجة في كل المؤسسات بتلاقي هذا الشخص اليوم بتعامل بطريقة غريبة جدا بتعامل بطريقة أني أنا لحدا اللي كتير مسالم وأنا لحدا اللي كتير حباب وأنا لحدا اللي كتير كيوت وبالسعك من تحت لتحد وأنت مو عاد بتعمرك لساعة حدا من تحت لتحد أنا بني أدم بالوجه أنا في الوجه والكل بعرفني أنا بالوجه بس أنت شو اللهي من نظرت عليك مبين عليك أنا ما بلسع إلا من تحت لا والله أنا شوف أحكي لك شغلة بصراحة والله عن جد أحكي لك شغلة عن جد والله والله بهك بصراحة يعني أنا الناس بتفكرني أنه أنا أنا نية بالشغل بس سبحان الله رب العالمين ما هو شو بقول لك بقول لك ابن الحرام لد الزبوء على حاله صح فأنا ما بكون قصدي أني أنا أوقع ابن الحرام اللي بيكون هو نيتو لإلي مش منيحة سيئة لحاله في باله بوقع بشر أعماله فبيفكروني أني أنا اللي وقعته صح يعني أنت حدا حمل وديه لا مش حمل وديه دائما بيضلكم يعني أنت عقرب أنا عقرب؟ أبو رجل عقرب خاف خاف لا 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 بس لما بحب والله بحب بإخلاص حتى على مستوى الزمالة وعلى مستوى العمل بحب أنه لما بدنا ننجح ننجح كليكنا يعني أنا ما بحب مثلا أنا كخلودي أنا أخذ الكريدت لإيلي لحالي بقول مثلا لا كليتنا ننجحنا كليتنا فريق واحد أنت ما بينفع أنك أنت مش عايش لحالك بالنهاية يعني أنا اليوم إذا بدي أعمل أسفن من تحت تحت ضدك يعني ما أنت حتعرف حيصير جو العمل مشحون بس بتيعرف أنه صارت كثير فعليا اليوم ما بتخلع أي بيئة عمل من الشلالية والأحزاب والتكتلات لازم تلاقي فلان متكتل مع فلان فلان وقف مع فلان فلان بدحم فلان فلان بيساعد فلان وهذا الإشي بيخلي بيئة العمل بيئة غير صحية وبصفي أنك أنت كإنسان اليوم هدفك أنه هذا إذا حكى لي صباح الخير معناته فيه إشي من وراء هاي الكلمة إذا تطلع علي سوالي كذا إذا حكى لي عن هاي الشغلة والله لو أنك تعدلها حتى لو كانت نيته صافية آه ما ناته بدي وقعني فبتصفي أنك أنت عايش بتوتر وخلق كتير كبير آه زي ما حكينا بيخليك أنك أنت تدائل خليه أقولك صفات الزميل الأناني عشان كمان للناس اللي ما عندها فكرة يعني أو هلأ مقبلة على شغل جديد كيف تعرف أنه هذا البني آدم أو هذا الموظف هو شخص أناني أو زميل رح يكون لإلك أناني بقولك دائما بيتجنب مساعدة الآخرين وبيعطي الأولوية لمهامه الخاصة بيحفظ المعلومات لنفسه سواء كانت تتعلق بالفرص أو حتى المشاريع أو أي إشي مفيد لما بيصير إشي غلط بيلوم حدا تاني غيره ما بيحكي عن حاله أبدا أنه هو السبب بهذا الغلط وبيأخذ الفضل لإله وصالحه وفي حال أنه صار فيه إشي حلو بالشغل أو فائدة معينة يعني بيحب أنه يحطها لإله هو أو ينسبها لنفسه بيستفيد من شغل الناس من غير ما يساهم بأي شي بيقاطع الناس وبيطلب الاهتمام الفوري وبيتجاهل جداول زملائه يعني بالنسبة لإله أنا أناني أنا مصلحتي أولا أنا وقتي هو الأولى أنا ما دخلني مثلا بوقت زميلي بيناسبه أو ما بيناسبه أنا أني بالمعنى الحارفين صح مية بالمية هاي هي الصفات هذا الشخص إذن وجد في بيئة العمل فيه إله تأثير كتير كبير وهذا اللي حكته في دراسة أجرتها موقع قت مارلي بيحكي لك أنه مش مستغرب أبدا أنه العمال السامين بيأثروا بشكل جدا سلبي مباشرة على زملائهم بالعمل وهالإشي بيأثر على نتيجة نهائية وكمان في دراسة أجروها بيحكي لك التأثيرات على الزملاء العمل كانت كالآتي من قبل الزملاء الأنانية شوف يا ستي 63% بيضيع وقتهم الإنتاجي بتجنب زملاء العمل السامين عشان أنا أتجنب مثلا خلوط سامة بديش أتعامل معها بديش أتحاشاها أتحاشاها عادي عادي تمام في عندي 63% من مجهودي قاعد عن بضيع باني أنا ما بديش أتعامل معه وبيدي أختصرها 66% من المشاركين بالدراسة بيعتقدوا أنه أداءهم بالشغل بالدهور كتير فعليا أنت ما بتكون مركز أنت مش مركز شو مركز بالشغل أنت مركز أنا هذا شو بده مني الجو العام والأتموسفير بيكون سلبي 78% منهم ذكروا أنه انتزامهم تجاه صاحب العمل انخفض بطل فيه لا للمؤسسة ولا لصاحب العمل لأنه خلص البيئة بصار سيئة فبتصير أنت مش قادر تتعامل معه 80% قد وقت الشغل ووقتهم الخاص بالقلق من سلوك السام اتجاههم زي ما حكي أنا بالشغل بظل قاعد أفكر شو ممكن يعمل كيف ترصد لما بروح على البيت بظل أفكر شو ممكن يكون بيحكي لمن بيحكي لمن بيساوي مع مين بتواصل بيشكني أسفين للمدير بيروح بأسفيني أبصر لوين بيعمل شلالية علي هذا الحكي كلية بيأثر على وقتك ومجهودك في الشغل وعلى نوعية وقتك وشغلك في الحياة الخاصة سؤال هل بتحس أنه الشخص أو الموظف الأناني أو الزميل الأناني بيكبر بمنصبه يعني ممكن أنه يوصل شو فيه في مجتمعاتنا بتوصل أوكي لأنه في هزدنب في مسحجوخ في هاي الأمور بس أنت بتوصل ما طار طيرا وارتفع إلا كما طار وقع غاز أيوة يعني بالنهاية مهما أنت كنت حدق وحربوق وكنت قادر تكون فهلوي وقادر تاكل عقل المدير قادر تاكل عقل زميلك في العمل قادر تعمل اللي بدك يا شخصيتك بتساعدك شكلك بساعدك أي شيء بالنهاية رح توصل لمرحلة السم اللي أنت بتبثه في البيئة اللي حواليك أنت تكون الضرب القاضية فيه فعشان هيك كل كبير في الأكبر منه بالنهاية أنت نفكر حالك مثلا أنت اليوم الحربوق الفهمان اللي طيرت فلان وطيرت علان وأسفنت فلان وأطاعت رزق فلان فبالتالي حييجي يوم وانت حتنحط بهذا الموقف يعني بالنهاية أنت اليوم جاي تشتغل تعمل تمارس شغل هالثمان ساعات بدك تيجي تشتغلهم يشتغلهم حب الناس اللي حواليك تعامل معهم بطريقة لطيفة اسعب حالك روح بيتك عيش الحياة بسلام أنت بترتاح وبتريح أما بدك تقود تتعامل مع الناس أبصر ليش تطلعت علي هيك وش وش تيزن أبصر شو بتحكيله عني طلعت حكت معي فلان أبصر شو حكت ما ناتو حكوا عني لماذا دائما إحنا من غار من الموظف الجديد لما بيجي من غار في غيرة بيكون لا مش دائما أو كيف لما نفوت على المدرسة مرات في موظفين بيدخلوا أقسم بالله العظيم أظل لك بجوز الدكور بيكون يعني إله كم أكتر منهم لا إحنا ما بنعمل من لكل قاعدة شوائز بس أنه أغلب يعني هلأ أنت اليوم لما بتكون بمدرسة مثلا ولد طالب عمره خلينا نقول بصف التاسع نقل من مدرسة لمدرسة أول ما يفوت بي كلهم عارف كيف أنه بتطلوا عليه أنه من هذا اللي داخل علينا ويصيروا يعملوا عليه شلالية وممكن عن جد يعني يكون هو نفسيته حلوة وطيوب وما عنده أي ضغينة أو حقد للناس والعالم وداخل فرندلي مع الناس بس بصير أنه الناس تتعامل معاه بطريقة بايخة يعني ممكن يتنمروا ممكن يتجاهلوا ممكن ينبذوا نوعا ما فأنا بحس أنه جمالا اليوم حتى أنت لما بدك تغير وظيفتك وتروح على شركة بتعاني شوي أولا لحتى يعرفوك وتعرفهم تأقلم عليهم آه يتأقلم ولما يطمنوا يعني يتطمنوا لك إذا تطمنوا لك أنت أمورك تمام بعدها بتصير تأسف بس يطمنوا لك هم بتصير أنت مثل أيوة هي ترى مرات ممكن يكون حتى الشخص جديد هو حدث تس ما هو ما هو ما بتطمن أنت أنا بدخل لطيفة وكيوتة وبخلي زمال يتطمن لي بعدها بس يطمنوا أيوة بالحيل أيش لي كمان نصائح طب كيف ممكن نتعامل مع الزميل الأناني هاتي أعطينا من عندك أنا عندما قلت له يا كمال كيف نتعامل مع الزميل الأناني طيب شوفي أحكي لك يا شغلة أول شيء لما بتتعامل مع زميل العمل الأناني أوكي واللي هو أصلا مش عنده أي نية ولا رغبة أنه يساعدك بدك تتواصل معه بشكل مباشر وبناء عليه تتأكد أنه كل عضو بالفريق فاهم أدوار ومسؤوليات يعني أنا اليوم بتطلع مع خلود بسألها عن شغلة ما عم تستجيب ما بدها تعمل ما بدها تفهمني برح بشكي ولا بشكي ولا إشي اليوم بحدد أنا الأشياء والمهام الواجبات المطلوبة مني كوظيفتي ووظيفتك الأشياء اللي منك لما بحط محدوديات وبحط مهام أول إشي أنت قاعد أمطاط للشخص مهامه بدي يساويها غصبا عنه وبنفس الوقت بتسهل على حالك هذا كمدير أنت بتحكي كمدير ما هو أنت لما يكون في عندك أفراد عمل كاملين أنت المدير لازم هو يقول كمال أنت وظيفتك واحدين ثلاثة خلود أنت وظيفتك واحدين ثلاثة محدش يدخل على الثاني إلى آخره كيف وليد مراته يكون مدير علينا بالهواء وليد مش مراته دايما لو تشوفوا كيف بيتعامل معنا وليد أفكرة وليد من الأشخاص الزملاء العمل اللطيفين كمل الخطوة أيجاك الأوردة بستنى خلود تخلص ملح في ولي كمل كمل أيجاك الأوردة بدك تحدد أهداف الفريق وبدك تأكد مساهمة كل فرد في تحقيق الأهداف يعني أنت اليوم عشان تقدر تتخلص شوي من أنانية هذا الشخص أو الشخص اللي ممكن يعكر الصفو بدك اليوم تحدد أنت أهداف فريقك وتيعرف كل حدا كيف بده يشتغل كيف بده يعمل شو التار يتبعه بدك تحقق الأهداف بتارجت معين دي وقت معين هذا الإشي بيخليه شوي ينشغل من أنانيته بشغله شوي خليه يشتغل يعني خليه يشتغل وحرط عليه آه وحرط عليه طيب كمان برضه كيف ممكن أنه نتعامل مع الزميل زميل الأناني أنا اليوم إذا حسيت أنه زميلتي أنانية أو زميلي أناني مش غالط أني أنا أخذها هيك على طرف تعالي نطلع نشرب لنا في النجان قهوة أنا وياكي نحفي كلمتين وعفكرة صارت عفكرة أنا معاي هلأ ذكرته أنا عادة عم بحكي كان في كنت أنانية لا لا كان في مزيع يعني بدون ذكر أسامي أعاد يقول لي حسيت أنه في منافس كتير بيني وبين وأنا فعليا ما كان في منافسة ولا إشي يعني هو أصلا يعني خبرته أكبر مني في الإعلام أنا كنت لسا ولا إشي صراحة يعني ما كنت لسا جديدة وبتعلم ألف با فحسيته زي شوي اللي غيران أو حاس بفكر كتير ما يقولي الرجل بغير من المرأة حتى كمان طبعا في مجال العمال يا سلام هذا موضوع مهم لا مهم هذا الحكي أصلا أصلا الرجل دائما بحس أنه الست بتنافسه بتنافسه بالأجر بتنافسه بالشغل أنه لشي ما أخذ الكريدت أكتر مني كونه هي إمرأة وعلى فكرة هذا كل يتوحكي فاضي يعني ما أعتقد أنه فيه بالعكس احنا عنا المساواة في الأجور وعنا المساواة حتى في التعامل ما بين الرجل والمرأة في المكان الوظيفي طيب شو صار بأحد المذيب وليش أخذني هيك على طرف قال لي خلودي أنا بس بدي أفهم يعني إحنا فيه بناتنا مشكلة معينة فيه إشي بناتنا يعني مثلا أنت من دائق مني كذا قلت له لا أبدا بس يا الله شو احترمته صراحة عليها يعني أنه حكى معاي بشكل مباشر ما لفه ما دار وما بلش يعمل مكائد خلص بشكل مباشر فيه شي مدائق أنا صراحة كنت من دائق منك عملتي واحدين ثلاثة بجوز أنت مش أصدق وفعلي أنا ما كان أصدي فهونا بعديها صرنا أوكي يعني أنا ويارتحنا نفسيا خلص لما كسرت هذا الحاجز حكينا مع بعض بشكل مباشر وكان هو المبادر هلا كمان بقولك من النصائح يعني أنه خلال المحادثة ما تكون صدامي ما تكون عدواني بدك يتهاجم بأي طريقة ركز على سلوكه وكيف بيأثر على الفريق وعلى المشروع وعلى المكان اللي أنت بتشتغل فيه شجعه كمان كونك أنت اليوم مدير مثلا إذا كنت أنت ماخد منصب مدير شجعه أنه يتحمل المسئولية عن المهام لضمان مشاركته بشكل فعال بالفريق حال وكمان بدك تحكي أنه أنت كمان بدك تذكر بعض الأحيان أنك أنت تجنب المسئولية بسبب نقص المهارات يعني ممكن يكون عنده نقص مهارات معينة ما تحمله مسئولية زيادة عن اللزوم بدك تكون دائما واضح على اللي أنت أشياء بتقدر تساويها والأشياء اللي أنت كمان ما بتقدر تعملها وتحاول تفهمه هذا الحكي بدك تكون أنت كمان مهذب برفض الطلبات اللي بتتعرض مع حدودك الشخصية أو الوظيفية يعني اليوم أنا انطلب مني شغلة معينة طلبة تقوله أعمل لها مثلا أجيب لها كاسة الشي لا ما بديش ما بتطلبيش مني أنا مش خدام عندك أنا أنا لا بدك ترفض الإشي اللي أنت ما بنسبك طريقة مؤذبة طريقة مؤذبة ومهذبة عشان أنت ما تخلق حزازيات تعرف شغلة كمال على سيرة الرجل والمرأة على أساس أنه في غيرة ما بين الرجل والمرأة هلأ في غيرة طبعا ما بين الرجل والمرأة بس وين بتكون الغيرة أكبر بين المرأة والمرأة بالشغل معركة كثير معركة على فكرة لا والحلو بالموضوع وين بيكون أنه كليتنا نضحك لبعض أهلا حبيبتي كيف حالك صباح الخير صباح الورد يا عمري يا عمري حبيبتي تفضلي مبسوطة كتير فيك صراحة أنا فخورة أنه أنت موجودة معنا طبعا هذا كليته حكي فاضي كليته مجاملات ونفاق يعني مية بالمية صح وبعدين ببلش أوقعها بالغلط يعني أنا ممكن اليوم كخلود فلاني إجت جديد على الشركة تيجي مثلا تسألني أقولها آه زي ما أنت حكيتي بالزبط وليا حكيته غلط آه بالزبط أعملي هيك زي ما أنت حكيتي عشان أوقعها بالغلط وبعدين لما تأكل الأسفير أكون أنا مبسوطة ومرتاحة كتير الست بتغارب من الست بالشغل ومش بس بالشغل بكل مكان بكل مكان اليوم بالطريق بالشارع أنا مثلا سايقة سيارتي وفلاني سايقة سيارتها مستحيل تمرئني بس إذا بيجي شاب مثلا بتمرئه عادي أنا عندي معاملة اليوم بأي دوائر مثلا أو أي دائرة أو أي شركة أو شو ما كان يكون أنا ما بخلي إذا ما في معاي حدا رجل يعني ما بحكي معاها بخليه هو يحكي معاها لأنا بتتقبل أهلا وسهلا أهلا أهلا كيف بقدر أساعدك أما الست أهلين حبيبتي أهلين يا عمري أهلين لا والله مش عندي المعاملة بتلاقيها بتسدلها بوجهها عارف إحنا في في كيد وغيرة بين الستات يعني الله يجيرنا منها منها التعامل عدو المرأة المرأة دائما المرات تتكون مين عدو المرأة المرأة طبعا أنا اليوم أتفرج على كل الانتقدات اللي بتجيني من مين من الستات لا بس والله في مش كلهم آه في سيدات حبايب قلبي شفت أنا والله هيدا عميني بأنه أنا نصيرة المرأة ما أنا المرأة ما أنا اللي متعتصة كمان بس أنه لا الأغلب اللي بينتقت خلينا نقول في نسبة منيحة من السيدات عدوة المرأة المرأة بس كيف تتعامل معها إنت هنا لازم تكبر راسك شوي دليل على هذا الحكي بحكي لك أنك أنت حتى كمان مع الشخص الأناني في العمل لازم تكون أنت حط حدود معقولة لتقدر توزيها المسئوليات وتضمن التوزيع العمل بشكل عادل وإذا هذا الشخص الأناني ما سكت على حدودك وحاول يكسر حدودك بدك تكون مهذب بس حازم يعني أشخصك يكسر حدودك يعني يتخطى حده يعني يتخطى حده معك بنفس الوقت ذاك تكون أنت شخص كتير مهذب ومحترم وكما بس بنفس الوقت تحازم بقراراتك سؤال أنتو بتعملوا هيك أن الرجل عدو والرجل بالشغل شوفي أحكي لك يا أشغالة بجوز إحنا المكايدة لدينا كرجال مش زي النصف كيف يعني بجوز إحنا اليوم أنا مثلا زعلت من سين من الناس أوكي معاي بالشغل فيه علامات بتبين أوكي ممكن نحتكب بعض بالكلام ممكن نفتع لا مش تسعيلت مش صار موقف الغيرة 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 بين الرجل والرجل بالشغل يعني أحنا اليوم الغيرة بين الستات موجودة ومن جامل بعض نفتع المشكلة مرات ممكن نفتع المشكلة يعني واحد من الطرفين ممكن يفتع المشكلة وبالنهاية بتنحل بأنه تنين يحكوا أنت فهمت وبحكوا تحكوا بشكل مباشر وعادي يا ما صارت أنه أنت اليوم تكون في خلاف بينك وبين شخص ويصير مشكلة أو أنت فعليا تتلاقي ومثلا خلاص أنت مش طايق ولا هو طايقك توصل لمرحلة بتصير مشكلة كلمة حكاها أنت حكيت كلمة تقيته بعض ولا تقيته بعض فبتقول وبعدها بتحكوا والغالبا بتصير أصحاب أصحاب بشكل كثير كبير لا أنا أعتقد أنه ما في الدهليز شوف دائما أنا بحس باعتقادي اللي بيعمل دهليز وبيعمل لفه دورانه من تحت لتحت وبيخطط وبيساو بيعمل المرأة لا 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 بالبيئة العمل استني خلينا كلمة لك حكي في إزلام الزلمة الزلمة مع الزلمة بوصل مرحلة أوكي بوصل مرحلة لأنه خلص واحد زائد واحد يساوي اثنين أنا جاي عمي أشتغل أنت فهمت علي في كثير هزيز الذنب في كثير ناس بتقوى بتأسفن في كثير ناس بتقوى بتساوي أما الخطط الجهنمية والشيطانية وكيف أنا اليوم بعطيكي كلام معسول بطحك في وجهك وحبيبتي وعمري وحياتي وبالآخر عفكرة وبرجال هك اليوم ممكن مديرها مثلا المدير أوكي عنده شركة تمام هو المدير نقول يعني موظفة الرجل ببين عليه إذا حابتك أو مش طائقة بتيجي هي مثلا بتشكي بتقول له فلا نعملات واحد ثلاثة لا خلص أنا بخد لك حقك أنت ما عليك لا أنا بعرف كيف أحط الموضوع عند حده لا خلص تمام تمام أنت روح يرتاحي وبلشي شغلك وما عليك والموضوع عندي تمام تمام بروح بردو التاني بتيجي اللي نشك عليها بيحكي لها نفس الحكي يعني بيكون موجهن مع التنتين لا مش موجهن حرام مسكين الزلمة لا عندهم مصدقية ولا عندهم قط مباشر ولا عندهم بالعكس عندهم ضفوا دوراء فيه إزلام في إزلام بذات لما يكون مدير وعنده تنتين سيدات لا لا بذات لما يكون مدير وعنده تنتين سيدات بيعرف أنه المكيدة مهما حاول يوصل ما رح يقدر يارف مين اللي بتكيد للتانية لأنه التنتين بيكون يكيدوا لبعض فيسل هذا هذا فيه دايما ظالم وفيه مظلوم بس كما أنت يعني بدك فهم هين ظلمت ما تدافع عن حالها يعني أنا اليوم مثلاً واحدة ظلمتني بالشغل ما أروح أدافع عن حالي لو بدي أخد حقي بكون طارتها وشال أملها بالشغل لا بروح أنا واصل مرحلة أي مكان أنا فيه بحس حالي مش مبسوطة مدداية فيه طاقة سلبية بطلت أتعب حالي صراحة خلص أنا اللي أنسحب يعني شكراً لكم يعطيكم ألف عافية أنا أنسحب أنا ألغي رحلة شي خلص أنا ألغي رحلة شي أنا ألغي رحلة شي شاري ادمار آه والله أحسن توصل للمرحلة فالإنسان بتقابلوا في حياتكم كتير ناس ممكن يكونوا أنانيين ممكن يكونوا وصوليين تكونوا تعرفوا كيف تتعاملوا معهم عشان أنتوا ما ترهقوا حالكم أيوة ما تكرهوا بيئة العمل اللي حبتوها مرات يا جماعة في ناس بتكون صالها 12 و 13 سنة في شغلهم وبنفس الوقت بيجي شخص بطرفة عين إلو شهرين ثلاثة بكرهاك بيئة العمل وبيخليك فعلياً بس هذا زكى الشخص اللي بيوصل بسرعة هذا شخص زكي لا والبقاء للأقوى لا 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 والله البقاء للأقوى والله إحنا في زمن أنا دائما فقرة النقاش بتغيري رأيك مليون مرة قلت له عاتي هاي هي النكهة عشان الناس بتعرفش أنت أصلا شو اللي بدك يا انت شو بدك انت عاوز إيش بدك فخلاص أنا مش رح على خلاص أكتفي باللي حكي عشان ما أفصمش العالم آه بلشتي أنت دخلتي أنا مع أنا ضد أنا مع إنت عاوز إيش لإدك خلاص جميع مع ذكر